حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثني عزرة الأنصاري حدثنا علباء بن أحمر حدثنا أبو زيد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب مني فاقتربت منه فقال أدخل يدك فامسح ظهري قال فأدخلت يدي في قميصه فمسحت ظهره فوقع خاتم النبوة بين أصبعي قال فسئلا عن خاتم النبوة فقال شعرات بين كتيفيه حدثنا حرامي بن عمارة حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري حدثنا علباء بن أحمر حدثنا أبو زيد الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن مني قال فمسح بيده على رأسه ولحيته قال ثم قال اللهم جمله وأدم جماله قال فلقد بلغ بضعا ومئة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات حثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمري بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر ديارنا فوجد قوتارا فقال من هذا الذي ذبح قال فخرج إليه رجل منه فقال يا رسول الله كان هذا يوم الطعام فيه كريه فذبحت لأكل وأطعم جيراني قال فأعد قال لا والذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جذع من أضعني أو حمل قالها ثلاث مرار قال فاذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك ترجمة نانسي قنقر